أحب أحكي شوي عن حياتنا نحن كعائلة مزارعة من قبل هالثورة نحن عنا كان مزارع وأراضي زراعية ونهتم بالدواجن كتير فهو مصدر رزقنا يعني بسبب هالتهجير وهالأوضاع اللي صارت فبتقلنا من ريف حلب لريف إدلي هاي النبتة اسمها آزولة طبعا هي مناطقنا صعبة تنمو إذا ما كان إلى تعامل خاص فيها لقيت الفكرة تقريبا استجابة من البعض والبعض عبينتقدني فيها كتير كتير إنه مو مزابطة وإنه مو بده تعب وإنه بده شغل بس هذا الشي أنا رايدي أسعلي لأنه هذا حلمي صار ومشت هي حقيق هالحلم وأثبت حالي وإنه أنا عن جد هذا الشي صار هدف إلي هلأ وفي المستقبل ومزار رزقي هلا هاي أول شي بتعطي مزارة بروتين عالي بالعلف كان للدواجل للأبقار للأسماك بإمكانك تستعيد عن الصوية تماما أنت لما متعرف تربي هاي النبتة وتتعامل فيها يعني بتاخد كمشة أبضت اليد بإمكانك تنمي منها مزارع كتير بتستغني إنه أنا بطر أشتري وبتضيفها للعلف وخاصة وقت بتكون أنت منتج مثلا عندك إنتاج دواجل أبقار أغنام للأسماك يعني هاي الشغلة أنت فادتها كتير وهي معنى كلمة علف مجاني بتمنى لاقي حدا يساعدني يقدم لي مثلا دعم يقدم لي مساعدة أي شي كانت حتى أقدر أستمر لأنه أنا بحاجة استشارة مثلا من مهانسين من حدا ينظم لي درجات حرارة رطوبة يعلمني عميزان حرارة كيف قيش رطوبة مثلا الغرفة اللي عندي أنا إذا مثلا فيه طحالب فيه أعشاب فيه حشرة غريبة صابتة يعني شو الدول لازم اتعامل معه يقدم لي مبيدات مثلا الشغلات هي اللي تقضي على الطحالب لأنه أنت متل ما ملاحظ هذا هلأ أنا جديد بس لحد الآن نظامي بس إذا بنروحها لأول واحدة اللي زرعناها أول شي لاحقها تحلب وفيه أعشاب غريبة بيناتك بدي شي مبيد يعني عشبي يغضي عليها وحيث ما تتأثر هي كنبتة آزولة موسيقى 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 موسيقى